بعد كل ما شهدته من حروب ودمار ما تزال مدينة الموصل تحاول استعادة الحياة عبر عمليات إعادة الإعمار البطيئة التي تستهدف إنهاء حالة الخراب الواسع الذي يعم المدينة لكن ذلك لا يمكن أن يمر دون شبهات فساد كحال معظم المشاريع الحكومية التي تقام في العراق أهالينين ما شككوا في إمكانية أن تسهم إعادة إعمار مطار الموصل في عودة عجلة الاقتصاد والتنمية إلى المحافظة بسبب طبيعة التوافقات والشبهات التي تشوب المشروع نفسه عضو مجلس محافظة نين والسابق حسام العبار قال إن مدينة الموصل تتعرض لعمليات ابتزاز وهيمنة من شركات وعصابات لها ارتباطات سياسية مشيرا إلى أن هناك فاعلين لا يريدون للموصل أن تنهض من جديد ويمنعون أي تقدم عمراني فيها وأشار إلى أن هذه الإرادات تمارس ضغوطا على الجهات الاستثمارية والشركات الأهلية وحتى الأجنبية في سبيل التربح منها ولعلى تخريب حجر الأساس الذي وضعه الكاظم مؤخر لإعادة ترميم مطار الموصل يحمل دلالة واضحة عن حجم التحديات التي تواجهها المدينة في ظل نفوذ الميليشيات وتعدد القرار فيها موقع المونيتور الأمريكي نقلع مراقبين قولهم إن الاهتمام المفاجئ بمطار الموصل يمكن أن يستخدم كورقة لكسب الولاءات بين القوى السياسية في المحافظة بينما يؤكد نواب عن نينوى أن العديد من المشاريع التجارية في الموصل متعثرة أو تفشل على الرغم من المبالغ المالية الضخمة المخصصة لها بسبب الفساد والابتزاز الموصل المدينة الغنية بتراث يمتد لقرون ما زالت تأن تحت تلال من الركام وكأن إعادة الإعمال مهمة مستحيلة ولأن نينواهي المحافظة الثانية في العراق من حيث عدد السكان فإن المشهد يبدو أكثر تعقيدا من مجرد تنفيذ بعض المشاريع الشكلية أو عود بضخ أموال ومساعدات لمحافظة ما زالت تحتاج للكثير لكي تعود إليها الروح من جديد